الدولة صفر رقابة مصر ما عندهش رقابة على الأسواق الآن لعدة اعتبارات آليات الرقابة الأفراد لسندوق النقد الدولي بيقول لا ما فيش تعيين موظفين جدر في الحكومة إذا كان إحنا الدبطية القضائية أعطت لأكتر من جهة داخل الدولة ليس فقط لجهاز حماية المستهلك ولا لوزارة التموين لكن أعطت لجهات أخرى موجودة لمراقبة الأسواق المنوض بهم الآن الرقابة على الأسواق سواء كان في الصحة أو في التموين أو في جهاز حماية المستهلك عدت قليل جدا ولا يمكن تبقى لاتفاقية صندوق النقد الدولي أنه يتعين جدد خلاص وعشان كده إحنا طرحنا حلول عليهم في استعادة الرقابة قلنا يا جماعة تحلها إزاي؟ في حلول للأسف الشديد لم يستجب حتى الآن أصدقائنا في الحكومة يعني أنا علاقتي بالحكومة زي علاقة حضرتك كده زي علاقة الراجل بحماته كده تمام؟ علاقة ناكت دايما يعني فأنا بقول بأمانة شديدة الأفضل أن تستجيب الحكومة لكلامنا أنا طالب مقابلة وزير التومين أكتر من ساعة ما يجي الغد دلوقتي إحنا نتكلم شهر وحاجة وعندنا حلول أن لهم عينوا لولاد الجدد اللي خارجين من الجامعة اللي هما بيشتغلوا في الخدمة العامة بيشتغلوا ببلاش دول يعني بياخدوا يا دول فلوس المرتب بتاع زي الخدمة العسكرية خدمة العامة أم شغالهم هات هات تلع حتى البنات نفسهم يعني تجربة البنات دولة نجحت في الجهاز يعني أستاذ محمود حضرتك شايف أن مشكلة الأسعار والزيادات الغير مبررة أوقات هي فقط رقابة ما هو الرقابة بترصد بتبعت ما يرصد ده إلى الجهة الرقابية تاخد قرار وتتحاول للمحكمة من أمن العقوب أساء الأدب